طلق سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي وأوضح سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أوضح أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في السودان حيث أعربت الوزيرة الكندية عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية في السودان كما أبدت تطلعها للتعرف على تقييم الجانب المصري للوضع الحالي وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار كما أضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير سامح شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن بما في ذلك تنصيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أي أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري هذا وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشوري والتنصيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة